أغلب الناس تسمع للحكومة لأن الحكومة تأخذ من مصادر موثوقة من أشخاص أطباء متخصصون في هذا الحقل وبناء على هذا الموضوع يقول سكروا الكنيس سكروا المساجد سكروا حتى مناطق الألعاب الكرة القدم وكل أنواع الألعاب السينمات سكروا الأماكن الاجتماعية الباركات كل مكان وصار فيه محدود مش بس المسافة لازم تكون لابس كمامي وكل ما بتلمس شيء لازم تغسل بالصبون يعني عم منرجع لفكرة الأولاد لما بتحكي مع أولادك غسل إيديك بالمية والصبون واليوم قرأت مقال باللغة العبرية اللي هي ترجماتها بالعربي ممن يصعد إلى جبل الرب مين اللي بروح لمحضر الله النقي اليدين فحطين يعني حطين الآية بس هي بتتكلم عن شيء روحي لكن عم نسمع كل أنواع التعليمات وطبعا الناس في منها صار تتعصب لأنه مش معتادة أنه تقعد في البيت لمدة شهرين أو ثلاث شهور المشاكل النفسية عم بتزيد المشاكل الأسرية عم بتزيد لأنه حتى في البداية كان شيء حلو جميل أنه كل العيلة تقعد مع بعض وفي كتير ناس بتنمو روحيا بقراءة الكلمة وفي ناس بتبحث ليه الأسباب وشو اللي عم بيصير معنا بس لما طال الموضوع عم بتسبب أزمات نفسية مشاكل أسرية مشاكل في القلق مشاكل في الخوف الناس خايفة بصراحة وخايفة وبحق لها اتخاف وناس خايفة من المجهول خسرة أشغالها الأبواب مش مفتوحة كل ما يحلل أمام مش عم بعتوك يعني هو فيه نور في آخر النفق لكن مش عم بيعطوك دائما بيردوا عليك أجوبة سياسية يعني لازم شوي شوي وهكذا لكن مش بيعطوك شيء محدد فالسؤال أمام كل هذه الأمور ما هو دور الكنيسة في زمن الكورونا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير